أعلن الفاتيكان أنه ستجرى كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بوتروس بدون مشاركة المصلين وقال المكتب البابوي في بيان له أنه على خلفية الوضع الصحي الدولي الطارئ حالياً ستجرى شكل الاحتفالات الليتورجية الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصياً وكان الفاتيكان أعلن في وقت سابق أن البابا فرانسيس قرر إقامة صلاة الأحد بالبث المباشر عبر الإنترنت وذلك على خلفية المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا الجديد